ما هي إلا مجرد عنوين صحف خاضعة تجعلك تشعر بأن المواطنين القطريين يعيشون حياة وردية ولكن في حقيقة الأمر أن الدول الصغيرة باتت واحدة من أكثر دول العالم مديونية فإمارة تميم بن حمد الذي بات عنوانها الأبرز هو الفشل في إدارة أزمة كورونا وما سبقها من أزمات والتي أدت إلى نزيف اقتصادي كبير في الدوحة فعلى الرغم من أن حجم الخسائر الاقتصادية العالمية كبير فإن التأثير يبدو مضاعفا على الدوحة التي تواجه في الأصل مشكلات متراقمة منذ سنوات بسبب التداعيات السياسية والاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام في البلاد لكل الملفات إقليميا ودوليا فخلال العام الجاري لجأت الحكومة القطرية إلى الاستدانة من بوابة الأذنات 18 مرة بحثا عن تمويل نفقاتها الجارية بالعملة المحلية حيث بلغ إجمالي قيمة الأذنات نحو 3 مليارات و600 مليون ريال الدويلة الموبوءة حكما وصحيا صدر عن مصرفها المركزي بيانا أكد أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي ما يزيد عن 196 مليار ريال لا يلمس المواطنون القطريون من رخاء العيش شيئا سوى على أوراق الصحف فالخطوط الجوية القطرية أعلنت اعتزامها تسريح ما لا يقل عن 20% من عدد موظف الشركة وإبقاء طائرات إيرباس A380 دون تحليق حتى أواخر عام 2021 يراد للعالم أن يظهر الاقتصاد القطري أنه لم يتأثر ولكن في الحقيقة أن المالية العامة للدوحة تشهد انخفاضا حادا بتزامن مع تراجع الإيرادات المالية بشكل كبير في الوقت التي تزداد كل يوم أموال وممتلكات تميم في الدول الأوروبية ترجمة نانسي قنقر